كلما زاد يقينك وثقتك في الله وتعلقك بالنبي ودي أمور قلبية كلما تأثرت عليك العبادة وتأثرت عليك كل حاجة يبقى لا يشعر بيسر الدين إلا المتعلق بالحبيب واللي بيحب النبي وحب الصالحين وحب الأنبياء يحب الأعمال مكارم الأخلاق ويحب رب العالمين لازم يبقى علاقتك الحب برب العالمين علاقتك بالحب علاقتك بالنبي الحب علاقتك بالمؤمنين الحب شوف لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه شوفت لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسي ومالي والناس أجمعين لا يزوق حلوة الإيمان إلا من كان الله ورسوله أحب إليه مما سوهم شوف الحب مستمرة كتير في حاجة ويقول للمرء مع من أحب يعني الحب ده خد جزء كبير جدا من شرائع دينا لأن الحب ده هو الوقود وبلغة العصر هو البنزين اللي بيحرك إيه بيحرك الإنسان عارب بنزين العربية اللي حرك العربية البنزين والطاقة اللي في قلبك من الحب دي اللي هتحرك جسدك وهتحركك نحو مكرم الأخلاق وهتحركك نحو الصبر على إزاء الخلق وعلى وتجنب أزاهم وهتحركك تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتحركك تعبد ربك تعبد ربك كتير لقي نفسك تصلي صالة طويلة ومحستش بتعب لأن الإنسان لما بيكون بيحب حاجة يتعب فيها ومحستش بالتعب طالما أنت بتحب حاجة فيهمت بقى فهو عايز يقول لك أن في الوجه العاشر ده أن الحب أن الدين يسر على من زاد يقينه كلما ازداد يقينك كلما شعرت بيسر الدين كلما ازددت إيمانا وانت عارف أن الإيمان واليقين لا يزيد إلا بالتعلق بالحبيب إمام أهل الإيمان وإمام أهل التوحيد وإمام أهل الحب وإمام أهل الأخلاق الكريمة إمام كل خلق قويم وكل إيه وكل سلوك مستقيم هو النبي إيساء صلى الله عليه وسلم فهو عايز يقول لك إيه إن الدين يسر قد يريد به اليقين لأنه معنى من المعاني ويكسب به أعلى الدرجات والمقامات يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر ما فضلكم أبا بكر بكثرة صوم ولا صلى ولكن بشيء وقر في صدره اللي هو شدت يقينه شدت يقينه كان متمثل فيه في تعلقه بالنبي تعلق عجيب فهمت؟ والشيء الذي كان وقر في صدره وقوة اليقين فنال أبو بكر رضي الله عنه أعلى المقامات وفضل غيره بذلك المعنى الذي وقر في صدري دون تعب في العمل خد بالك أن اليقين عمل قلبي والعمل القلبي مفوش مجهود فهمت؟ وبالتالي بل بالعكس لأن العمل القلبي ده يحمل البدن تقوم حتى تبقى بدنك تعبان لكنك أنت مش متدايب إحنا المصرين يقول لك إيه؟ ضرب الحبيب زي أكل الزبيب مش كده برضو؟ يعني مهما شعرت بعناء في ممارسة حياتك سواء في العبادات أو في المعاملات مع الخلق أو في مهنتك وعملك طالما بتعمل الحكاية دي بحب ما تشعرش بإيه بعناء إيه نفسي لأن العناء البدني بيروح بالنوم لكن العناء النفسي مايروحش حتى بالنوم تنام وتقوم تعبان برضو لكن العناء البدني مش مشكلة هتنام لك ساعتين تقوم مستريح صح ولا لأ وبالتالي يبقى حالة القلب هي اللي بتحمل البدن طول ما القلب مطمئن متيقن متعلق بالحبيب طول ما الحبيب والحب في قلبك وحب ربنا في قلبك هتلاقي كل حاجة تهون واخد بالك كل شيء يهون طالما الحبيب راضي فهمت بقى؟ واخد بالك بقى إيه؟ بيقول وهذا الذي حض عليه صلى الله عليه وسلم هو ما يؤخذ بالكسب لأن اليقين اليقين بقى اللي هو اللي في القلب ده ليه جزء منه كسبي يعني أنت لما تكتهد تحصله وجزء منه فايضي يعني وهبي من الله هبه من الله كده الكسبي أنك أنت تمنع من قلبك كل شبهة متعلقة بالله وبرسوله وبهذا الدين تشيل كل شبهة يبقى عليك أنك أنت تدرس وتجيل كل شبهة ما يبقاش عندك أي شبهة لا في الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا في شرع الله ولا في الله نفسه سبحانه وتعالى في حسن تدبيره لخلقك فهمت؟ تشيل كل الشبهات من قلبك دي أول حاجة ده شيء كسبي وبعدين إيه؟ أنك أنت تجتهد في مرضات من تحب فهمت؟ يبقى تجتهد في الطعاد وفي حسن النواية بتاعتك وتحرص على الطعام الحلال كل دي أمور كسبية وبعدين تحسن ألفازك ما يخرجش منك العيبة مهما كنت غضبان إيه وعي تكون فاحش أو متفحش أو بزيء النبي لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا بزيء في كل أحواله ووقف في كل الأحوال الصعبة وغير الصعبة لم يخرج منه كلمة نابية قط صلى الله عليه وسلم وبالتالي لازم دي الأمور دي كلها إيه؟ كسبية لما ربنا سبحانه وتعالى يجدك مكتهد وبترأب نفسك وبتتعلم وبتحاول تكتهد على صورة الحبيب صلى الله عليه وسلم في معاملتك للحق وللخلق مع كمال الإقبال على الله يوم ربنا سبحانه وتعالى يقبل عليك بقى بزيادات بقى من عنده ينور قلبك يطم من قلبك يؤنس وحشتك فهمت؟ يجبر كسرك يعتني بك في كل أحوالك بحيث أنك أنت تحس أن علاقتك بربك كأن ربنا سبحانه وتعالى ما بيرعيش حد من العباد زيك شوفها دي من كتر ما هو إيه بيجبرك في كل أحوالك ترجمة نانسي قنقر